يمكن في أحداث عنف بتحصل ضد النساء في مجتمعاتنا العربية والمجتمع المصري الحقيقة أنه الموضوع مش بس في المجتمع العربي والمجتمع المصري ده بنشوفه يمكن في كل العالم لكن احنا مجتمين باللي بيحصل في بلدنا ويمكن كلنا تابعنا الحادثة اللي حصلت للطالبة نيرا في المنصورة وتواجعنا لما شفنا يعني اللي حصل وكلنا تابعنا اللي حصل وكلنا طبعا رفضنا هذا العنف الغريب الغريب على مجتمعنا المبلغ فيه اللي مالوش مبرر وتابعنا الناس اللي كانت بتحاول تبرر لهذا العنف والحقيقة أنه عموما المرأة شديد الأهمية في المجتمع المرأة على مرر العصور يعني في صدر الإسلام إلى العصر الحديث المرأة يعني لها دور مهم جدا جدا في المجتمع فالتعامل معها بهذا الشكل الخارج عن النص بهذا الشكل العنيف تعامل يعني حيكون تدعياته خطيرة جدا على المجتمع طب موقف الإسلام في دا ايه؟ الإسلام جيه علشان يونهي كل الممارسات اللي بتنتقس من حق المرأة الإسلام جيه علشان يكرم المرأة في كل المجالات خلينا نتكلم أكتر عن موقف الإسلام من كل هذه الممارسات وكمان نتكلم عن يعني موقف الأزهر الشديف من كل ما يحدث في مصر نتكلم مع حضرتكم مع الدكتور أحمد كريمة ضيفنا لنوارنا في الاستوديو أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر مساء الخير على حضرتك يا دكتور ويعني أكيد حضرتك تبعت زيك زي كل المصريين الحدثة اللي حصلت وطالبة نيرا لتوفت في المنصورة والعنف اللي مبالغ فيه الغريب على مجتمعنا وأكيد تبعت التبريرات اللي حصلت للعنف هل فيه مبرر للقتل؟ يعني زي ما كنا بنسمع ناس بتبرر للتحرش وللاختصاب بقينا بنشوف شريحة في المجتمع تبرر للقتل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائز القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الرسول القائل ما أكرم النساء إلا كريم وما أهان النساء إلا لئيم ورضي الله تبارك وتعالى عن صدر هذه الأمة المسلمة الذين عرفوا أن المرأة كائن مكرم وبعد الحقيقة في موضوع استشهاد أو الشهيدة نيرا أشرف هي أولا شهيدة من شهداء الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات حد فأنفه فهو شهيد فهي شهيدة نسأل الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته وأن يثأر لها في الدنيا والآخرة وأن ينزل السكينة في قلوب أسرتها آمين بطبيعة الحال سيدتي بالنسبة للعنف ضد المرأة سواء كان قولا أو فعلا أو حتى إشارة هذه قريمة محرمة مجرمة لأنها تعد من أفعال الجاهلية يعني آتي مثلا كما تعلمين ومشاهدين كانت المرأة أو الطفلة في بعض المناطق العربية تدفن حيا كراهية من الإنجاب جاء الإسلام فحرم وقد البنات وإذا الموؤودة سئلت والإدانة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون أم يدسه في التراب الأمر الآخر حتى القول يعني حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله أن سيدنا أبا زر الغفاري رضي الله عنه فلتت لسان قال لسيدنا بلال رضي الله عنه يا ابن السوداء لأن كان بلال من الحبشة أو أصوله من الأيه مش حبشة لأثيوبيا لا كان جنوب السودان لأن ما كان في القديم جنوب السودان يسمى حبشة المهم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجرد سخرية أو استهزاء أو إقلال أو معايرة بلون بشرة أم بلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم موبخا أبا زر وهو سادس من أسلم في الإسلام قال يا أبا زر أعيرته بأمه أنك امرؤ فيك جاهلية شوفوا في التوبخ هنا وبعدها الرسول يقول لي مين لأبا زر من قبيلة غفار العربية الشريفة الحسيبة النسيبة انتصر الرسول لمجرد معايرة سيدنا أبا زر قال الرواه فجاء أبا زر فوضع خده على الأرض وقال والله لا أرفع وجهي حتى يطأ بلال على خد هذا وطبعا تصافحها وتصالحها إلى آخره ويمكن لنا قدوة وأسواح حسنة في سيدنا رسول الله للصلاة والسلام في حديثه عن سيدة خديجة رضي الله عنها وحب الشديد لها حتى بعد وفاتها وطريقة معاملته معها جوه البيوت النهاردة لما بنشوف أنه الأخ ممكن يضرب أخته عشان تأخرت ويقولك أنا كده بربيه دي أعرف فاسدة والأمثلة بتاعت بقى إضرب البيئة أقصر للمتدلعه لا 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 هذا مخالف للشريعة الإسلامية سيدة الكريمة أولا العنف ضد المرأة كما ضربته مثالا في العنف باللفز العنف السلوكي يعني حضرتك مثلا يحرم امتهان أو انتقاص المرأة ليه لأن القاعدة الأصلية الأصيلة في الإسلام النساء شقائق الرجال هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة لها الأهلية لكن أنا أصرحك أن في بعض التراث مرويات معلولة سقيمة يستدل بها خطأا يعني مثلا زي يقولك إيه النساء نخصات عقل ودين هذا ليس مقصود الحديث يعني فاقلة الأهلية أو قلية العقل أو الإدراك استحال إن القرآن قص علينا ملكة سبق المشهورة بالقيس يعني شوفي لما قوم هؤلاء نحن أقوله قوة عضلاء لكن والأمر إليك فانظوري ماذا تأمرين هنا سياسة المرأة ورجحت العقل قالت إن الملوك على سيدنا الرسالة بتحسين سليمان عليه السلام إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أزلة إلى إن القصة مذكورة بتمامها في صورة النمل كذلك لا ننسى شجرة الضر التي حكمت مصر في النصر على الصالبين لما زوجها مات في ضميات وأخفت عن الجيش موت هذا الملك حتى لا يحصل خلل في الجيش وكانت بتوقع على الرسائل وأنا أقول لك والله يمكن لأول مرة أولا في الإعلام الرسمي أنا أتردى على سيدتي شجرة الضر وأنا جاي بالقرب من مسجد السيدة نفيسة متجه إلى محل عملي في جامعة الأزهر حرم الإسلام منع النساء من المراس أو ظلم النساء من المراس يعني شوف التعبير القرآني لما بيصحح أوضع منحرفة في الجاهلية يوصيكم الله في أولا دي يوصيكم يعني خلي بالحضرتك الإسلام بيحرم تفضيل الذكر على الأنسة تفضيل الذكر على الأنسة ليه؟ لأن هذا التفضيل ممنوع يعني شوفي مثلا في الهبات لما النعمان بن بشير أبوه يعطي له عطية تمييزا له عن إخوته الرسول قال لا لا أشهد على ذلك غيري لا أشهد على جور طبعا حضرتك حتى في معاملة الزوج لزوجته الإسلام يضع قاعدة وعاشرهن بالمعروف والله فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان طب بعد الأزواج يا دكتور يقولك بيقدبها هو بيعنفها علشان يقدبها نوع من أنواع قوامة الرجل على المرأة مسألة العنف ضد المرأة سيدتي نحن نفهم أمرين خطأين في فقه الأسرة القوامة ليس أني عندي رقم واحد الرجل أو المرأة رقم اثنين هذا ممنوع القوامة في مفهومها الفقهي قيادة الرجل للأسرة لبر الأمان فقط طب بيستخدموا خادم للأسرة هنا بيستخدموا القول ما نقولك لا ومش فاهمينه فالقوامة معناها أن الرزوج أو الرجل أو الأب خادم لهذه الأسرة أيضا الولاية في عقد النكاح هذا لا ينافي إرادة المرأة ده مجرد بينقل لمجلس العقد أن بنته توافق على الزواج لكن لا يملك الأب أنه هو يصدر الرضا هذا ممنوع والحديث معروف لما جاءت شابة فتاة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة فرد النبي نكاحها وقالت أما وقد فعلت يا رسول الله ولكن أردت أن أعلم النساء من خلفي الليس لأوليائهن من أمورهن شيئا احنا عندنا موروث مثلا زي حديث ما أفلح قاموا ولوا أمرهم امرأة الحديث ما جاء لإمتهان المرأة ده وقعت عين في بنت كسرة التي وثبت على أخيها فقتلته في بلاد الفرس كسرة فده وقعت عين لكن ليس حكما عاما أو مطلقا لأنه شنيج النرد أقول لك ما أفلح قوم لا من ألكت المرأة تصلح رئاسة الدول المرأة الآن والسازة في الجامعة المرأة الحمد لله قاضية تجلس على منصة القضاء النبي عليه الصلاة والسلام ألخذوا دينكم عن هذه الحمد سيدة عائشة رضي الله عنه سيدتي لما نقرأ القرآن صح يعني نفهمه يعني أقصد صح لم أقرأ في صورة الأحزاب دور أمهات المؤمنين وذكرنا ما يتلى فيه بيوتكنا من آيات الله والحكمة فما يجيش النرد واحد يأخذ حديث مش فهمه قال لي أنا قصة عقل ودين من قال إن أنا قصة هي بس بتتوقف عن العبادة في فترات الحين لكن هذا وهقول لك مفاجئ على فكرة الأنثة بتكلف وتبلغ قبل الزكر عشان الفارق الزمن يعني لو فرضنا أن فيه أنثة بلغت على سن 12 أو 13 سنة ولو هي توأم مع أخيها الزكر بيبلغ على سن 15 أو 16 على فكرة مجموعة 3 سنين هو الفارق في أنها بتتوقف عن العبادة أثناء الحين ألف باء تكريم المرأة أو المحافظة على حقوق المرأة وأنا أقول لك بأمانة ببرنامجنا الواعد لابد من مراجعة مرويات معلولة لابد من معالجة أعراف فاسدة إنما فرق بين العرف الفاسد المنقول من بعض الأعراب أو بعض البادية ويلسق بالإسلام ظهوراً ويمكن هنا بيجي يا دكتور دور الأزهر الشريف والبيانات اللي بتبقى واضحة يعني من الأزهر الشريف بنكون في أمس الحاجة لها لأنه بيان الأزهر الشريف الحقيقة بيجي في وقته بيرد على كل ما يحدث أستاذة الجامعة عندنا النهاردة الله يبارك فيك يا أستاذ هادير عندنا النهاردة الأمين العام المساعد لشؤون الواعزات أمرأة في الأزهر الآن صحيح هنا نتحدث يا دكتور ومرة أنا سئلت هل المرأة تصلح في المفتية؟ نعم تصلح المرأة مفتية لأن الإسلام لما بينظر للوظائف اللي مثل هذه هو لا ينظر إلى أنوسة أو ذكورة هو بينظر إلى الأهلية والصلاحية صحيح والكفاءة صحيح بس إحنا صراحة أقول لك وكررها وأؤكدها نحن في حاجة إلى معالجات علمية فكرية يعني بتصحح مفاهيم مغلوطة وتصوب أفكار خاطئة موجودة في بعض مش كل طبعا بعض التراث وقلت والأعراف المنقولة إلينا وده دور تجهيد الخطاب الديني من المواد ماهدي قالب بالخطاب